شعبة بن الحجاج الإمام الحافظ الكبير المشهور كان من أوعية العلم لا يتقدمه أحد في الحديث في زمانه وكان سفيان الثوري يخضع له ويجله ويقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث قال الشافعي لو لا شعبة لما عرف الحديث بالعراق توفي رحمه الله سنة ستين ومئة من الهجرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر